موضع إجابة للدعاء يغفل عنه كثير من الناس وهو عندما يستيقظ المسلم ويأتي بهذا الذكر فإن الدعاء يستجاب بإذن الله عز وجل جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل يعني استيقظ بصوت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن قال رب اغفر لي أو دعا استجيب له وإن توضأ وصلى قبلت صلاته فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعا استجيب له هذا يدل على أن هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة إذا استيقظت فأتي بهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك لهمك وحمده على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ثم ادعو فإن الدعاء حينئذ حري بالإجابة فإن دعا استجيب له وإن عليك همتك وقمت وتوضأت وصليت ما كتب الله لك قبلت صلاة